اشتركوا في القناة 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 أنا مو بياي في باي لك أكمل الرياضة شو؟ قصدي ليش؟ شو مستوي؟ أعبت سلامتك، دائما أنك كنت هني يعني أفضل شوفتك ولحت علي؟ طبعا مشتاقت ليت؟ الله عاد وأنا ميت، مشتاق لجموت أحس أنه قلبي يرقع 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 ترى على فكرة، المشي يصنف من الجري والرياضة صج والله؟ أحيانا ما رأيك ترقب جدامي؟ أحيانا 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 حملا أحيانا هذا ترجمة نانسي أنا آسف، أعتذر، أعتذر من كم آسف لا مشكلة ترجمة نانسي ترجمة نانسي وقام قبل Drake اشتركوا في القناة 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 صباح اشتركوا في القناة 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 سوايد كنت أودك تقولها حق هذا الشخص العزيز لكن للأسف يموت فجأة دون سابق انذار تشعر بالخذلان والندم على كل لحظة ضيعتها بحياتك وانت تأجل التعبير عن هذه الأحاسيس معنا لازم نأجل كل شيء لبكرة على أمل أن حياتنا وحياة اللي نحبهم تكون طويلة ومستمرة أنت مثلاً صار لك سنة المص ما شفت أمك ولا أقوك مجرد كلام عابر بالتليفون كلام بارد حتى ما قلت لهم أني أنا أحبكم أخوك اللي درس بأمريكا وأخذ الدكتوراه خمس سنوات ما شفتها ولا فكرت أن تصل فيه خطيبتك البريطانية اللي دعمتك ووقفته إياك سيد بوليلة أنا بصراحة بديت أخاف منك بالعكس يا راشد بالعكس كلامي لازم نريهك تفضل بسريع مهم يا راشد أنك التعامل مع الشخص يعرفك تمام بس أنا ما أعرف أنك أي شيء معلوم الوحيد اللي عندي هي اسمك لو خليتني أنا اللي اختار وما أدري بعد إذا كان حقيقي ولا وهمي طالع حواليك هذا أنا جدامك لحم ودم وأحاسيس وأحاسيس سيد بوليلة اشتبي مني بالضبط مصلحتك وينها مصلحتي سؤال مهم بعض الأحيان الواحد مننا يفكر أن مصلحتها هالتجاه لكن للأسف تكون بالاتجاه الثاني قصدك حضرتك أنك تعرف مصلحتي كثير مني تقدر تقول أن المصلة اللي عندي دقيقة جداً بحيث توصلك إلى اليابسة النهاية إلى الأمان الوقت معاك مر بسرعة أنا عندي اجتماع الأزمة أخضرة أنا أدري أن بداخلك أسئلة الآن تدور أكثر من اللي كانت بذلك بس أتمنى أنك ما تستعجل بتلقى الأجوة أكثر من الأسئلة اللي تدوروا بداخلك أشوفك على خير راشد راشد ليس أورك القلب أنا معك هو ليسوا أبو ليلة واضح أنه بعيدة عند قرارت أرجوك يا حبط الضابط لا تضغط عليه لكثير من شيء أنا اللي عندي قلتها وبعدين أنا ما قدرت أتهم بأخوي ماتده بشيء أنا مواثقة منه ما أعتقد يا أخت مهرة أن المفتاح يطرع من داخل ينبرع ويقفل باب بروحة بس بوضح لتشغلة إذا أنت ما قدمتي الشكوى ترى غيرت راح يقدم مودري إذا تعرفين أن في ثلاث بلاغات مرفوعة على أخوت ماجد ومنها تيكات بدون رصيد والمبالغ كبيرة واضح أن أخوتي حب الاحتيال عن ناس موسيقى 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 ليش متصل هذي؟ اشتبي مني؟ أكيد انت بتبهذلني وتمسخرني وتعطيني حكم ونصايح لو كان فيك خير ما كنتي وقفتي معاملة القرض يا مهرة ما عندي شي اقول لك يا ايه ماتش تغير لي سامحك مو بس على الشغلة عليك اللي سويته فيني بحياتي الشرطة قاعد دور عليك وأكيد مو بسببي بسبب المشاكل والشيكات اللي انت مزويها على نفسك بربالك على نفسك يا أخويني شي قيد شي قيد شي قيد كاستأنه شي قيد شي قيد بالجعل مصر بشي قيد في الشيكات اشتركوا في القناة شفتي شو عاملة فيني نوان شفيها؟ شمسوية فيتش بعد؟ مرجعت لي تنبيه حبيبتي عادي ثلاثة أربع لي بالمجلة حصلة ونذار بس أنا يعني عن جد مبصر هيك اي انت حبيبتي مو متعاودة ان احديقات بش ولا يلومش على اخطائتش صح؟ شو قصدك؟ قصتي انت اول مرة بحياتي اشتخذين نذار فالطبيعي تكونين خايفة لا تخافين شريف؟ شو بها نوال؟ زعلاني شيء؟ صاير شيء بالمجلة انا ما بعرفه؟ ما دري انا بروح ايايا اسألك طي فوت لعندا اسألها؟ لا بسألها ولا تسألني انا ما لعلاقة بها الموضوع ما انا مصدقتك؟ وليش ممصدقتني؟ لأن كل اسرار نوال هي عندك لطيفة اطلعي من راسي به الموضوع هذا هذا المفروض انه يصير مو بكل يوم بيتم على هذا والله هذا الحكي جديد كتير انت سألتيني سؤال وجاوبتك عليه شيء ثاني ما عندي انا اذنتش مشغولة؟ اذا تكلميني على الاندهار فانواي المشغولة انا كنت بعتقد انه في اشياء اكبر من هيك وكتير بتجمعنه تكلميني وكأنه بين عشرة عمر لا انا ما قصدي هيك انا اللي قصدت عم وقلك انه انا من اول ما جيت على هالمجلة انتي حسستيني بالحب والاهتمام بس هلوات مرأتي وكأنك مشايفتيني اكيد رح ينشغل بالي شوفي الحب والاهتمام علشان ينجح ويستمر لازم يكون بين طرفين وشكلة انتي متعودة على الحب من طرف واحد هالشيء ممكن ينجح في حياتك الخاصة في بيتكم لكن في الشغل هنا لا لها الدرجة موضوع راشد بهمك مو بس مهم بالنسبة لي مهم علشان المجلة تستمر وعلشان كل انا نستمر بس انا سألتك من قبل شو مصلحتي انا من هيك موضوع انتي لا يمكن تشوفين المجلة مثل ما انا اشوفها علشان تشذي قتلك اعتبريها لعبة اعتبريها تسلية تحبينها يعني اللي انا طلبت منتك بالنسبة لت سهل مصعب بس انتي عم تطلب مني يخلي واحد يحبني وبديك هذا الحب لحتى تحطمي نحن هون اللي عم نلعب ولا عم نتسلة يعني انا ممكن عمل هيك حركات بس بالقعدة مع الشلة بسهرة كوفي شوب تايك يعني تدريش انه مشكلتك يا لطيفة انك تباكين على الشخص الغلط يعني لو واحد غيري سمعتها الحين كان صدقت واقتناب ويمكن تعاطف معاش بعد خلينا لا نفتح الدفاتر القديمة لانك بتشوفين اشياء سودة تزعجت خصوصا انت يا حرام يعني ما صدقتي تتصالحين معاها وتنسينها لطيفة نحن نشرب قهوة من كثر الحشي اللي عندي مادر من وين أبدأ نصجك يا الحشي الحين انا غايب عنك يوم ونص يوم ونص بس تصير معاك كلها السوالة فلأ انت منت عارب شون تقولها أصلا؟ ايو والله صحيح فترة قصيرة 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 وايض باعدة صارت بي امور اشياء تحير بصراحة ما تريد حاس اني مو فهم ولا شيء انا اخبارك انقطعت عني من يوم صوت السميشة اللي احنا ما ندري شنو نوعيته طلعتانا السميشة يا صاحبي اش قصدك؟ لا تقولي ان انت كنت رايحة تصيد وفجأة لقيت روحك مصيود تماما هذا الشعوري الحقيقي كنت حاسي ان اماسك خيط واحد ومادة للبحر ومسيطرة على كل الوضع فجأة لقيت بايدي ما الامية خيطوا كلهم الداخلين من بعضهم متشابكين لا واكسار بعد مواصلين للماء راشد اذا بتتمت تكلم معي جديد ترى انا افكاري بتصير حالة حال الخيوط اللي عندك كلها بتشابك في بعض هالبعض شوي شوي علي وفهمني حبة حبة عبد العزيز تذكر لما قتلك ان عندي شعور غامض وداخلين مستهدف وانا باللحظة اللي وقعت فيها عقدة عملي سحبت كل عقود الاعلام من المجدد تذكر؟ ممم تذكر شصار عقوم؟ لماذا تبت مية ساكتة؟ انا مستغربة انت كيف عرفتني بكل هالتفاصيل؟ مو مهم شلون عرفت يا لطيفة الواحد مننا يفكر ان اسرار المدفونة في صندوق تحت الارض ما احد يدري عنها مع انه ممكن ناس وايد يعرفونها بس يسون نفسهم معارفين تخيلي نفسك وانت يا اي مكان يديد تأسسين حياة يديدة وهالقصص هادي تطلع وتنتشر زيدي عليها طبعا موضوع النتش تزورين طبيب نفسي ايه بس انا ما بغجل من الماضي وبعدين زيارة الدكتور النفسي لا هي تهمة ولا هي عيب وكل الدنيا بتغلط وبعدين احنا ممكن نمر بظروف تكون نتائجة قاسية بتخلي الانسان يطلع كل الشر اللي جواده صح كلام جميل بس مثالي شوي انا معات زيارة الطبيب النفسي ما هي عيب بس بالنسبة لي ولت لكن للأسف الناس يشوفونها بشكل ثاني ارجع واكرر انا ما قاعدة اقيمك او ااخد عنك انطباع وفي النهاية المعلومات اللي قلتها تم مجرد معلومات خليني اكون معات صريحة انتي بالنسبة لي موظفة عندك قدرات جدا عالية بس ما لها علاقة بالشغل علشان تشذي انا طلبت منك هالطلب وحبت دخلي معي بهالشراكة لك ليش وفقتي على تعييني وكنت كتير متحمسة مدام انا ما لي علاقة بشغل يمكن لاني اشوف لجدام اشوف لبعيد وكنت حاسة ان هالقدرات بنستفيد منها في المستقبل ومثل ما انت شايفة يا وقتها حاولي ولو مرة واحدة تفكرين لجدام تفكرين لبعيد ترى النجاح والاستمرار في الحياة شي مو سهل تخيلي شلون الحياة بتكون صعبة اذا هالقصص القديمة طلعت وانتشرت ما بارف ليش حسي انه انا رح كوم ضحي والله هذا الشي نهدخل بالقرارات انت تقررين تمين تكونين فوق او مع الضحايا عن اذنك شبيك الظاهر يدور يسهد منك الهجم انا توقعت لما تشرح لي موضوع بالتفصيل انه رح توضح الرؤية ما توقعت انه عقوب هساف هذي كلها بالتعاقل زيادة اوي الحم لله حسيت بحيرتي يعني انسين شخص مثل هذا اتوقع شلي منك انا هذا اللي بحيرني اكثر هذا اللي ذابعني انا واحد بهالثروة هذي وبهالنفوذ شبيفين يعني بفيده بشنوان اخي ما تدري يمكن ريال شايف فيك شي انت مو شايف بروحك ترى النوعية من الناس يفكرون الطريقة المختلفة تماما عن الطريقة اللي انا وياك نفكر فيها صحيح انا بلاساس كنت ادور على الشخص بليليه علاقة بسحب العلانات من الجبل بس لما شفتها نسيت اسئلها واستفهم منها مع انه باركلي على الشغلة الجديدة طيب شنا وتسوي معالهين عادري بس بس العدد لازم ينزل ترى احنا احنا ويت تأخرنا على الطبالة عبدالعزيز رتب الاجتماع مع الموظفين حضر على امرك نجوى شلونج هلا مرحبا طبنيني مهرة شون صارت لا ابي اشرك هي بخير البرحنا مات عندي واليوم شفتها الصفح كانت احسن الشرطة الالحين ما مسكوه لا الالحين ما مسكوه انات الالحين منحاش ما اشتكت عليه تقولك قلبها ما يطوقها ايه ما تلاعن بحت في النهاية هذا اخوها الله يلوم اللي يلومها بصراحة فيها الخير هاي خير اذا كل واحد بيسوي فينا مصايب وبنسامحها بتكون خربت الدنيا لا اخوة مو بالضرورة انسامحة يعني بس ما يصير انواجه الشر بالشر بجذي الدنيا كلها تخترب القانون في الدنيا ان اللي يخطأ لازم يتعاقب جذي انا افهم الحياة لان في وايد ناس يسوون وايد اغلاط ويرجعون يتعاملون معاك كأنهما ملائكة موم سوين شي فهمتني؟ ايه اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة